الحريقة المعلقة هي محمية زراعية في البحرين انطلقت قبل أربع سنوات تقوم بزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وبطريقة مبتكرة نعم وقتبنا القيمون على المشروع فكرة توفير بعض أنواع الخضروات التي لا تزرع في البحرين فيما أصبحت الحديقة أول مزرعة في البحرين يزورها الناس ويقضفون منها ما يشاءون بأيديهم خضروات وفواكه مختلف ألوانها لها أنواع متعددة تجذب الكبار قبل الصغار يتسارعون إلى قطفها للتمتع بمذاقها اللذيذ فطريقة عرضها في الحديقة المعلقة تلفت الأنظار لأنها تولد بداخلهم شعورا مختلفا عندما تلمسها أيديهم فيختارون منها ما يشاءون وطبعا زراعاتنا وتكنولوجياتنا المتواجدة عندنا حاليا هي زراعة المحميات الأهم شيء فيها أن نقدر نزرع كل شيء في غير موسمة على طول السنة وهذا شيء زين موجود في مملكتنا العزيزة من تقريبا من قبل عشر سنوات متواجدة بس حاولنا نطور فيها وقدرنا نزرع كل شيء متواجد حاليا من غير مثل الفراولة والطماط والخيار والورقيات الموجودة وهذا شيء كل شيء ممتاز بالنسبة حق العوائل عندنا احنا عوائل ما شاء الله في الاجون عشان يقطفون بنفسهم ويستانسون كحق زراعة سياحية في البحرين ما شاء الله موجودة هذا الشيء أضروات عالمية تزرع بعيد بحرينية بطريقة مبتكرة تحاكي أحدث الطرق العالمية فتوافرها ليس مرتبطا بموسم معين بل هي متوافرة على مدار العام ليس هذا وحسب بل هناك منها ما هو نادر ولم يسمع عنه المواطن البحريني مثل الطماطم الأسود والباذنجان الأبيض وغيرها من الخضروات المتنوعة التي تحتويها تلك المحمية بنا في هذه المزرعة طريقة الزراعة المائية وزراعة بدون طربة اللي هي الهايدروبونيك والاحتماد الأساسي على الماء وفي هذه المزرعة توجد عدة منتجات اللي هي الطماطم الفلفل الخيار الخاس وعندنا أصناف جديدة يعني يصعب إنها إنتاجة في مملكة البحرين فبفضل التقنية الحديثة اللي نستخدمها من كوريا شركة بيكي جرينهاوس نستطيع أن ننتاج كمية من الفراولة الفراولة بلونها الأحمر الشهية بمذاقها اللذيذ يختار الزائر ويقطف منها ما يحب وما أن يملأ يديه منها حتى يتملكه الشعور بالفرح والسعادة لأنه عاش أجواء عالمية في ربوع البحرين الحديقة المعلقة تعد مشروعاً يعزز ثقافة التعاطي مع الزراعة بأسلوب مشوق يخرج الخضروات والفواكه من صفتها القذائية ليضعها في قالب سياحي ثريد ومبتكر خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر